احتفل مناضل ومناضلات حزب الحركة الاجتماعية الافريقية للتجهيد MSR بذكرى تأسيس الحزبات رأسها المناسبة الاحتفالية الرئيس الوطني للحزب إبراهيم أحمد غلام الله تقرير محمد أسمان بشير بهذا الحضور الجماهيري الكبير أحيى حزب الحركة الاجتماعية الافريقية من أجل تغيير MSR الذكرى الرابع عشر لتأسيسه على شكله الهالي عام 2003 الرئيس الوطني لحزب أمسائر إبراهيم أحمد غلام الله وخلال خطابه الجماهيري المطول أمام مناضلي ومناضلات الحزب أكد على أن الحزب وخلال تلك الفترة التي مضت لأربعة عشر عاما استطاع الحزب تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها أن الحزب قد شارك في الانتخابات النيابية عام 2011 وكذل محلية لعام 2012 واستطاع الحزب على حسب مجال لسان رئيسه الوطني أقدم تمرين عاديين خلال عامي 2008 و2015 مؤكدا أن حزبه استطاع تحقيق العديد من الإنجازات عبر الشراكة القوية التي تربطهما مع حزب الحركة الوطنية للانقاذ بقيادة صاحب الفخمة إدريس جبيتنو الرئيس المؤسس لـ MPS وتمنى الحزب في نهاية هذه المناسبة على لسان رئيسه الوطني المزيد من النجاحات لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فاكي محمد